ترجمة نانسي قنقر وخمسين بالمئة بوتينج سويل فكميات متساوية بعدها ضفت تقريبا ثلث مجموع الكمية اللي هو البرلايت على اساس يكون فيه بيرلايت وايد لانه نبغي الجذورة تمد بسرعة وتمتد الى يعني عمق القصيص بقد ما تقدر لانه النبتة علشان تكبر لازم تمد جذورها بشكل سريع وبعدين تتأسس وضفت تقريبا خلنا نقول والعشرين بالمئة من المجموع او يمكن اقل يعني خلنا نقول خمستعش الى عشرين بالمئة اللي هو السماد البقري المعالج حراريا في الخلطة زدته وايضا ضفت للخلطة اللي هو السماد السمك والعظام والدم الحبيبات اللي هو افراز بطيئة فهذه ايضا خلطت في التربة نفسها ففي مغبيات كثيرة لانه راح تصير ان شاء الله نبتة كبيرة وراح تحتاجنا التغذى بشكل كبير ولكن نلاحظ ان عندي تقريبا من خمسة الى ستة بوصة فراغ ليل حين في الشيس فاللي راح اسوي اني راح اضيف كمية من الكمبوست اللي اسويه في البيت اللي هو الكمبوست المنزلي وراح اخلطه مع الطبقة الفوقية من التربة وبعدها راح انزل الشتلة اللي هي هاده الشتلة من الفلفل وراح بعدين ننتقل للخطوات اللي بعد فمتل ما انتون شايفينها الحين خلطنا الكمبوست واللي الحين في عندنا مسام فوق وهذه شي نبغي ما في مشكلة لاننا راح نضيف طبقة من الملش علشان نحفظ الرطوبة وانبرد على الجذور وهذه شي مهم او طبقة المهاد فراح انزل الشتلة مجرد ازيل الاوراق اللي تحت والنبتة جذورها جاهزة حق النقد مع الفلفل ما في مشكلة لو دفننا سطح التربة ما في مشكلة بالنسبة الحين لطبقة المهاد راح اول شي اه سوي راح احط طبقة من الله يعزكم التبن راح انزل طبقة خفيفة طبقة خفيفة من التبن اللي راح تلامس الكمبوست وهذه مع الوقت راح تحلال لي وتغذي ايضا سطح التربة والحين راح احط طبقة من الوتشيبس فوق التبن طبعا الحين نقلنا النبتة واللي راح نسوي مثل ما نسوي لأي نبتة ننقلها راح يكون نعطيها راي عميق عساس الجذور تتشرب والتربة تاخذ محالها تركد واي فرقات ومسامات تنساد بالماء او تنزل بالتربة وبعدها مع الوقت ان شاء الله لما تكبر النبتة وتصير كبيرة طبعا راح اوصلها بالتنقيط عن طريق قطارات فاساس اتأكد ان تكون النبتة مروية لانه مع الوقت لما تكبر راح تسحب كميات عالية من الماء فيفضل ان ارويها بشكل منتظم وراح نتابعها مع النمو ان شاء الله هذه الشغلة تبقى مسألة مهمة لازم اتناقشوا اياكم فيها التغذية راح اغيرها مع هذه المرة اللي راح اسوي ان راح اركز على التغذية بالنيتروجين من الحين الى تقريبا اخر يناير يعني عندنا شهر نوفمبر ديسمبر او خلنا نقول ديسمبر ويناير راح يكون كلها تغذية باليوريا على اساس النبتة تاخذ حجم تكبر نمو خضري قوي ما نبيها تزهر وهي صغيرة نبيها تكبر بعد ما توصل حجم معين ممكن نشوفها لاخر يناير اذا حسيت ان الليل حين تحتاج ممكن اواصل شوي اكثر ولكن من بعد هذه الفترة راح نحول على الفوسفور العالي علشان نحفزها انه تنتج زهور والثمر وتعقد الثمر ان شاء الله وراح يكون فيه رش بالابسم سولت او الملح الانجلينزي راح يكون فيه تغذية بهذه الشيء على اساس نعطيه الماقنيزيوم اللي هو عنصر مهم والكبريت على اساس الاخضرار والعملية تحويل ضوء الشمس الى سكريات تكون نبتة صحية وقوية ان شاء الله فهذه النقاط المهمة اللي حبيت اذكرها لكم اللي راح تتغير في هذه التجربة هذه السنة ان شاء الله طبعا راح يكون فيه راح اثبتها بعصي على اساس احتوي النبتة ان شاء الله مع الوقت اذا نجحت في النمو ان شاء الله هذه السنة وراح نتابع تطورها ونشوف نموها ونشوف الحجم وبعدين نتابع التجربة والمراحل والخطوات الثانية ان شاء الله فيها فاتمنى ان استفدتوا من هذه الفيديو وتتابعون السلسلة ونشوف لي وين نوصل اخر السنة ان شاء الله او اخر الموسم مع هذه الشتلة ونشوف اش كبر توصل وش كثر نقدر نحصد منها فاللي عنده اي سؤال او اي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات وان شاء الله راح احاول اجاوب اسئلتكم باسرع وقت ممكن واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الهاي في امان الله